خمسة وتمانين مواطن ومواطنة مصرية في دولة جمهورية مصر العربية مش منشغلين ولا بالكورة ولا بالفن ولا المسرح ولا بقية حاجة غير بمستقبل مصر مستقبل مصر وصل بعد ثورة 25 نيناير لمرحلة وضع الدستور وحضرتكو أكيد كلنا عارفين أن في مشاكل في وضع الدستور وجد الكبير جدا في لجنة الدستور وخروج الناس وانسحبهم واللجنة الموازية ده بالإضافة طبعا إلى المشاكل اللي حصلت ما بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين والعند اللي بيحصل على الساحة السياسية في الوقت الحالي وإصرارهم كإخوان مسلمين أو المجلس الشعب بأن الحكومة لازم تقال مع أن إحنا نقصنا شهرين وخلاص يعني كده كده حيمشوا جدل كبير أوي بخصوص ترشح للرئاسة الجمهورية جدل كبير في موضوع التراث الأهلي واعتصامهم عشان مش عجبهم الأوضاع اللي بتحصل أو الحكم على نادي بورسعيد أو المصري حدث كتير أوي الشارع المصري سخن جدا وكل يوم حدث جديد خلينا مع بعض في الفقرة دي مع دفنا نحاول أن إحنا نستعرض ونعرف رأيه الشخصي والرأي العام لأنه خبير في هذا المجال الأستاذ محمد عسمة المسؤول عن الطبعة الثانية لجريدة الشروك صباح الخير يا فهم صباح الخير صباح الخير يا أستاذ محمد ويمكن مقدمة بتبين قد إيه الحملة تقل أوي والأحداث كتير جدا وزي ما بيقول أشرف ساخنة جدا اللجنة التأسيسية للدستور وما يحدث الآن من انسحابات من القوى السياسية ومسيرات رفض من الكتير حدثك شايف المشهد ده إزاي والحقيقة ده بيعبر طبعا عن أزمة استمرت من فترة الفاتت لكن اللي حرك هذه الأزمة يعني أنا بتصورها في تقدير خاص عقلية التنظيم السري اللي بتحكم الحركة السياسية لإخوان المسلمين هم حتى الآن بتصرفوا مع قضايا القومية أو بيوجهوا بحسوا حلول للقضايات القومية زي الدستور شكل الدولة هوية المجتمع بعقلية التنظيم لسه لم يفاشل وفاشل زريع في تقديم نمازج لرجال دولة إحنا الآن يعني بعد الصورة بدأت تهدى يعني صورة عموما هي مرحلة استثنائية وفترض نبدأ طريق الدولة دولة الصورة الإخوان اللي هم قدر الأغلبية ودي طبعا ما تعبرها سوري بن قصين يعني مصيبة سودة يعني لم يقدموا رجل دولة واحد يقدر يتصدى للمشاكل اللي بقدمها السيد محمد إزاي منوراتهم السيد محمد إزاي دا قدمه الأستاذ الكتبني كل الاحترام طبعا لي هو في الآخر هو عضو تشريع مجلس الشعب ولجنة وضع الدستور يعني كل حاجة يعني إزاي هو طبعا هو سوبرمان يعني ممكن لكن احنا مش محتاجين سوبرمان دلوقتي يعني يعمل كل حاجة احنا محتاجين مؤسسات نفاعل فكرة المؤسسة مش فكرة الزعيم الملهم ولا الفرض ولا الرجل اللي يعرف كل شيء احنا محتاجين دولة مؤسسات دولة مؤسسات دي لان يقدمها في الوقت الحالي إلا رجال دولة حققين المعارضة لم تقدم في موسلة في الإخوان أو مش المعارضة الأغلبية دلوقتي الموسلة في الإخوان المسلمين فشلوا في تقديم رجال دولة بالمعنى اللي يقدر نفق فيهم وفي قدراتهم على مواجهة المشاكل دي وده بيؤكد هذا الكلام اللي بقوله يعني إشارات كثيرة دهنة الحقيقة مسألة تكوشهم على فكرة ودي حقيقة مش لقيت عبير تايير غير تكوشهم دي الحقيقة على فكرة لاجنة تأسير الدستور لا تكوشهم على كل حاجة حضرتك وهو كل حاجة عن طريق انتخابات انتخابات دي ممكن يكون مطعوم فيها لكن في تجاوزاتها القانونية في السماح باستخدام الشعارات الدينية بصفوق يعني في سيناريو لخلق الناس طرف لهم لكن على كل حالة أنا بتكلم على فكرة بناء الدولة دلوقتي في مرحلة حالية كان متصور من الإخوان اللي هم أكثر يعني زكاءا مع التصور يعني كانوا صبروا خمس سنين كمان على أهدفهم اللي عايزين يمسكوا الدولة لكن هما هم أسكية جدا لا ما تقولش انهما مش أسكية حضرتك لا هم أسكية جدا وزاد على الزكاء العند طبعا الزكي مش عنيد مفروض يعني مفروض الزكي يبقى أكثر يعني تعامل مع الواقع بمتغيراته وعارف إلا يحصل في مستقبل إيه الصراعات الداخلية طبعا وزي دلوقتي المشهد عامل أنه الأغلبية هي الموسلة في الإخوان المسلمين الزراع السياسي للحرية والعدالة للزراع السياسي للإخوان ونور السلفي زراع السياسي للدعوة السلفية فين فقهاء الفقهاء الدستوريين اللي المفروض أن هو كفاءا هم يكونوا موجودين علشان يحطوا بصنتهم في الدستور شايف أنت مشهد ده إزاي؟ هو جزء من فكرة عقلية التنظيم السري اللي بتحكم حركتهم لحد الوقت لما تخلصوا من أثرها هم أربعة من إنسانة بيشتغروا تحت الأرض جزء تحت الأرض حين شايفين يعني جزء بسيط منهم بيروح مجلس الشعب بيعملوا في النقابات بتاعه لكن هيكل التنظيم كله ماليا وإداريا وعلاقاته المتشعبة في الخارج إحنا منعرفش عنه وحاجة واضحة لحد دلوقتي لم يظهر بعد يعني الجبل المختفي تحت البحر من كانت تنظيم الإخوان المسلمين لم يظهر بعد حتى الآن يعني ويحمل مفاجآت كثيرة وأسرار كثيرة جدا هم في حكاية عدم قدرتهم على حل أزمات الموجودة دلوقتي بيؤكد إن الإخوان في أزمة هيقابلوها بدليل إن في بعض النقابات بتدوا يزوقوا بالعافية بتدوا يفرحوا قوي إن هم خدوا نجحوا في انتخابات الطب الأسنان لقابة المحامين فشلوا فيه في قسيود في كلية والقسيود دي بلد معقل يعني إسلامي في النهاية يعني في تحاد طلاب هناك فشلوا في الحصول على أغلبية وفزوش يعني فيه مؤشرات بتبان إن الإخوان بتدوا يتعرضوا الضربات سياسية هم حاسين بيها ده جزء من ذكاؤهم ممكن تقول عليه يعني هم حاسين بالضربات دي هيقدموا خطاب إيه بعد كده ممكن يتنازلوا يعني التصور برضو ممكن الإخوان بعضوا ضغوط من المجلس العسكري ضغوط ما ضغوط شعبية عليهم يقدم تنازلوا لكن أنا كنت بقصة هم يصبروا شوية بحيث إن هم يقدروا يعملوا برنامجهم هم هم عايزينوا لو نجحوا يعني لو نجحوا حل مشكلتنا الحالية أنا 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 أسر يعني أنا أنا مش مع الإخوان وطول عمري ضدهم ضدهم سياسيا طبعا مش دينيا يعني لكن مع تصوروا إن هم في الآخر يعني لو نجحوا في برنامجهم حلوا أزماتنا ويكملوا يعني ما حدش يقدر لا دا المقصد في الآخر أكيد عندنا كلنا وأستاذ محمد طبعا أستاذ محمد أنا عندي شؤال كده يعني بعيد شوية غريب شوية معلش بعد إذنك استحملني يعني احنا بعد ما عملنا صورة 25 يناير البلاد العربية كانت فخونا بينا قوي وكانوا بيهنونا إن إحنا جلنا النظام السابق ويعني بشكل كبير جدا يعني بكله صحيح وطبعا الناس دي أكيد بتحبنا يعني يعني وإحنا بتحبهم جدا طبعا أنا بتكلم على بلاد الخليج يعني السعودية الإمارات قطر يعني بلاد كل طبعا الدول الخليج لكن وكانوا معانا جدا يعني برافو عليك وهائل وبينهنونا والكلام ده قبل كده كانوا بيساعدونا بديا أيام النظام الصادق هما لي دلوقتي ما بيساعدونياش معلش هو سؤال يعني غريب شوية بس أنا عايز أفهمه يعني علامة استفهام بس إنه ولا هما منتظرين يعني اللي حيحصل إيه أو مين اللي حيحكم في الآخر يعني أنا عايز أفهم الحتة دي هو جزء طبعا من أنت بتقولها هادك علي دوت أنهم منتظرين من يحكم في الآخر ده جزء من المسألة اللي هو مش عايز يغامل بفلوسه لو خدنا مدد اقتصادي بحث يعني أنا مقدرش يغامل بخروض بفلوس هتردوها لإمتى أو ما سيتردوها خالص أنا معرفش جزء من حسابات طبعا هم هناك برضو يعني مش قاعدين على تلامل ده عندهم أزماتهم اقتصادية برضو فهو لازم يحسبها في حزب اقتصادية جاد واقتصادية دي القرض اللي هدهولك هو مش يديك مساعدة مجانية لازم مشروعات هلا مشروعات هتكسب ولا فلوس هتروح ولا مش هتروح هو بحسبها ده جزء من المسألة مهم طبعا لكن التردد في شهور اللي فاتت أنه هو كان مسألة خوف من انتشار عدوى الثورة بالزاد بعد الثورة الليبية والثورة في اليمن والمشاكل اللي بتحصل في سوريا ففي نصف دائرة كده بيخير بالخليج من كل الجوانب ووراهم إيران هم عندهم مخاوف أمنية مبررة بلوجة نظر أنظمة الحكم هناك جزء من الشعوب الخليجية أنا برضا سافرت وعارف هناك يعني بتفاعل جدا مع اللي بيحصل في مصر وبيعرى أن مصر دولة محورية ولو هي قدرت تتحرر هتخد المنطقة بكاملها التاريخ حضرتك بيقول كده فعلا بالزبط استرسالا بس بعد إذن كسارة في الموضوع ده تأكيدا ليه لما كان في استعمار كله كان كله مستعمر لما فقنا الاحتلال كلنا كله فق احتلال لما عملنا معاهدة مع إسرائيل كله مع إسرائيل يعني معامل معاهدة مع إسرائيل أنا أصلي أنه تأكيدا لكلام حضرتك بس برضو يعني وتأكيدا برضو لكلام حضرتك أنه من يومين وزير الداخلية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الشركة خلفاء بالزبط وزير الداخلية بيقول أنه أي حد هيتعامل معه الإخوان يبقى ده ضد الناس يعني ضد البلد هو كان تصريحي ضحي خلفان ده والذي هو رئيس الشرطة الإماراتية كان يعني بعض الأراء المعارضة ليه يعني في الخليج نفسه بتتصور أو بتدعي أو بتتهمه بأنه بيمثل أجندة أجندة إسرائيلية إيرانية ضد إيران وخايف من نفوذ الشيعية يعني فيها مسائل داخلية هو بيحاول يرضي إيران بيحاول يوقف المد يعني أفكار الثورة أنها توصل هناك أو في تعاطف معها جزء من الحكاية دي يعني لكن هو لو كنت تقصد يعني أنه هو عايز يقف مقف ضد الثورة المصرية للاعتبارات فكرية أدولوجية لا أكيد مش ضد الثورة إنما هو يمكن هو ما قالش ضد الصوار هو قال الإخوان هو ضد ضد الإخوان يمارس نفوذهم أو يقوم بصورات في دول الخليج وممكن كل دول الخليج السنية مش محتاجة يعني عندها مشاكلها مع الشيعة ومع المساكل الأمنية ومشاكل الاقتصادية مش محتاجة مشكل إضافي يجي لهم من صورة إسلامية في مصر أو يعني ما يدعي ما يقلل عن ذلك يعني الإخوان يعملوا امتداد ليهم أو قاعدة خلفية لهم في الدول الخليج تخوين في مصر المسألة دي ممكن تخوفهم طبعا يعني مبررنا لخوفهم الحقيقة يعني عشان كده ما بعتوش فلوس مثلا لا لا مسألة الفلوس أعتقد أن هي يعني لها اعتبارات أكبر من ضحي خلفائي أكبر من حزبته هي ديت يعني هي المسألة فيها بعد أن هم خايفين من فلوسهم في مصر لن تأتيب عواية لجزء من الحكاية وفي نفسه فيش تضمينات سياسية سياسة مصر الخارجية رايحة فين يعني هل تتفعل ما هتعامل مع إيران يعني فيه كلام بيتقال أن مصر فيه محور مصر إيراني ممكن يقام بعد الثورة ده بيتعب الخليج جدا أن مصر وزاد بعد سخوت صدام حسين اللي كان بيقى فصد أطمع إيرانية إيران بتملك ورقة الشيعة في الخليج ممكن تعمل بها يعني قلاقة كتيرة جدا فهما مش عايزين مصر تيجي مع إيران تبقى محور الخليج فهي ده جزء من الحزبة وموضوع كبير حقيق قوي يعني في الجديد إشارات فيه يعني من الأشياء المهمة اللي حصلت جدا من برح تم عقد أول جلسة لللجنة التأسيسية للدستور وتقدم الشاعر فاروق بويدة باقتراح الاقتراح هو كالأتي أنه ينصحب بعض من داخل البرلمان ويحل محلهم بعض من الفقهاء الدستوريين طبعا الاقتراح ده يعني وافق عليه البعض أنت رأي حضرتك إيه في الاقتراح ده هو اقتراحي طبعا جيد جدا لو حصل هو أهم من كمان اقتراحات كثيرة قالت يعني 75 زائد واحد يعني لو يعني حاولين تأسيم حتى يعني بعد ما يتفعوا على شكل الدستور إزاي يصوتوا عليه هل هي التصويت بـ 50 زائد واحد والـ 75 في المية زائد واحد يعني مين فيه ضمنات تتعامل الكثير الحقيقة لكن أنا بتصور أن المسألة محتاجة يعني إعادة صياغة من جديد الهيئة التسلب للدستور محتاجة رؤية جديدة يعني أتصور أن يعني اقتراحات من هذا النوع لان تحدي المشكلة من جزورها يعني مفترض أن التنظيم من الإخوان المسلمين نفسه يتخلى عن هذه العقلية اللي بيمرسها ده مش فضلا أحسن من ما يكون فيه غياب تام للفقهاء الدستوريين المشهود ديهم بالكفاءة ومفترض أن كل الأغلبية مثلا على الأقل يعني مش أغلبية على الأقل ما سعيشين في المية من أعضاءهم من فقهاء الدستور وفي الآخر لان يمر إلا من خلالهم في الآخر يعني هم عدوم خبراء وإحنا عدينا دستور يعني لنا تراث دستوري طويل عريض ممكن نستفيد به يعني في بناء الدستور جديد هو المشكلة في حاجة الخوف من حاجة تانية أن الإخوان يعني أو الخوف من الإخوان أن هم عايزين يعني هم سطوا على الصورة في جزء من فترة لفتراتها عايزين يسطوا على الدولة بخلال إيه؟ بخلال تغيير الدستور والهيمنة عليه هذه الخطة لو نجحت التصور لمصر أيحصل فيها خلاقة كتيرة جدا أكثر من ما يتخيلوا الإخوان يعني بيغيروا علاقات اجتماعية مستقرة في مصر من زمان بيغيروا فهمنا للدين وفهمنا للإسلام وفهمنا للمسيحية بيغيروا أشياء كتير جدا هم مش قدها يعني المشكلة أن هم طموحهم أو قدراتهم الأقل من هذا المستوى الطموح دو وبيفقدوا شارع ويفقدوا وبيهدروا مؤسسات الدولة وحركة الشارع مستجاوزهم المسألة هي أكبر من اختراعات من هذا النوع يعني هم يقترحون بعد يخرج ويحل محلهم بعد الفقر ولازم الإخوان أول يفهموا جيدا أن هم يعني مش هيقدروا يصلوا على الدولة مش هيقدروا يعملوا دوات مش بسهولة زيهم هم يتخيلين هو فيه حلم وهدف هم عايزين يوصلوله فواضح هل هيعرفوا يوصلوله ولا لأ مش عارف لكن خلينا ننتقل لموضوع تاني مهم وهو ترشيح لرئاسة الجمهورية أنت شايف حضرتك المسؤوليات اللي ممكن تكون على عاطق رئيس الجمهورية مصر العربية وإيه المسؤوليات اللي المفروض تتشيل من رئيس الجمهورية هو طبعا يعني إحنا مش عايزين رئيس بصلاحيات يعني نصف إله زي ما كان موجود طول تاريخنا تقريبا يعني حتى لو كان رئيس دوطني أو شا ما نشوفش ديكتاتور تاني يعني بالضبط لأن تاريخنا كل حقيقة يعني كله فصول من الدكتاتورية والمسؤل منه مفترض أن يجي الدستور في توازن السلطات ما بينه بين البرلمان وفي آخر يعني يزن بينهم سلطة قضائية قوية إحنا الحقيقة ما عندناش برلمان قوي دلوقتي ما عندناش سلطة قضائية كما نتمنى أن تكون الأمل الوحيد دلوقتي في مؤسسة رئاسة وطنية ديمقراطية مدنية مش من الهاشخل فيها عسكرية ليها عليها إجماع شعبي ده مفترض صلاحياته دي مسألة ما هيش مشكلة كبيرة على فكرة يعني نحن عندنا يعني فيه لأتي اتفاقات كتيرة ما بين القوة المدنية غير الإخوان والسلفيين على تحديد صلاحيات رئيس الدولة بصلاحيات محددة أنه هو ما قدرش ياخد قارات بشكل ما قدرش يحلل برلمان ما قدرش يعني نحط الطوارئ بشكل كده ما قدرش يعني فيه قيود حوالي حركته يعني البرلمان مش موافق عايز يخذ يخلي الحكومة برلمانية يعني الرئيسي برئيس شرفي مجرد أن هو زي إسرائيل مجرد قاعد على الكرسي بس صورة يعني يعني بيستقبل حد راح جاي حد راح المطار جاي ما قدرش غلوته الأساسية يعني أنه رأس الدولة حاجاته إجرائية يعني جدا بيعمل مش حاجات سياسية هو إحنا لو رجعنا للجملة التي قلتها قبل سؤال أشرف على موضوع الدستور دايما فيه سؤال عند الناس ودايما ما فيش إجابة عليه دايما الناس بتقول إحنا عندنا دستير كتير جدا موجودة في الإدراج دستير كويسة وتصلح نحنا نطلعها ونرجع تاني نفرمطها زي ما بيقولوا يمكن مثلا واحد من الدستير ده هو دستور 71 إن إحنا ممكن نلجأ لي ومعادة مادتين منه بس إنهما ممكن نتكلم فيه أو نحن نرجع لفرماتهم زي ما بيقول ليه ما فيش حجم زي دي بتحصل ليه ما فيش إجابة حتى على السؤال ده ليه ناخد وقت يعني ليه نستهلك وقت بدل ما إحنا عندنا دستير نقدر نضلعها ونبص فيها من أول وجديد هو الوفد قدم يعني حزب الوفد قدم ومع مجموعة أحزاب قدمه فكرة تعديل يعني دستور 71 هو القوام الرئيسي يعني للدستور القادم ببعض التعديلات أربع قواب الأولية قالوا أنها سريمة مسألة فكرة الشريعة الإسلامية للمصدر الرئيسي للتشريع فيه محل إجماع مش الأحكام يعني فيه حاجات تفوق عليها فعلا يعني لكن أنا بتكلم على مسألة الإخوان مش عايزين الدستور ده هم أقولوا عندنا دستور جاهز في المكتب ونطلعوا فورا ما طلعوش لحد الوقت الحقيقة مش عارفين إيه هو بينوروا بينوروا يعني لكن هم مسألة الدستور أهميتها بتكمن في أن الإخوان عايزين يعملوا دستور يمهد لهم الطريق للسيطرة على الدولة كلها بحكومة برلمانية بيضمانهم أغلبية في البرلمان بيقدروا ياخدوا أغلبية بيقدروا يشكلوا الدولة الرئيس بيبقى يشعرفي في الآخر ففي النهاية أنا من رأي حضاريك أنه مش عايز يسيطر على الدولة هو عايز يعمل إمبراطورية دولة جوة دولة عايز يعمل إمبراطورية أكبر من الدولة آه لا مش بس مصر مصر هي القوية إنما الإمبراطورية إنه بالمصر ممكن يسيطر على كل الدول اللي حواليها ده هدف استراتيجي ممكن يكون كده تمام أنت عايز لي حاجة لا أرجعتين الموضوع الخاص بالسؤال اللي أنا أسألته إنه في جدل أصله دلوقتي ما بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين الناس كتير عمالة تقول كان في اتفاق وكله تمام دلوقتي الاتفاق حصل فيه مشكلة تصريحات من هنا وتصريحات من هنا المجلس العسكري قال لهم بمعنى أصح اهدوا بقى وايه يعني يخليكوا عقلين ببساطة يعني ده على أساس صلاحيات رئيس الجمهورية ومين وفي نفس الوقت مجلس الشعب وسلطاته عشان كده بسأل حضرتك المفروض لمصلحة مصر الرئيس الجمهورية اللي جاي تبقى صلاحياته ايه انت كنت عايز اتعرف انا كنت عايز اقول ايه اه كنت عايز اقول ان فاضل دايتين بس فانت سريعا بس ازنك معلش او طبعا يعني الصلاحيات بالمعنى الدستوري بحتاج فقه دستوري يعني يبتدي يزبطها في السياغات لكن من ناحية السياسية البحث يعني المجرده اقصد انه مطلوب رئيس ليس له صلاحيات اعلان حرب بالوحده او اقرار سلامنا وعصائل زي ما عمل السيادة لوحده يعني انه مقدرش يحل البرلمان مقدرش يفرض الطوارئ مقدرش يقر ميزانية زي ما عايز ويفرض على مجلس الشعب يكون ليه صلاحيات متوازنة مع الاحكومة ومع البرلمان اللي بشكل اجلبية التصور دي يعني نموذك ديمقراطي دي امثلة كتير جدا في فرنسا على سبيل المثال بفيه برلمان قوي ورئيس قوي وده اقرب لنا احنا طول عمنا سخافتنا القنونية ديها مرجعية فرنسية يعني فممكن جدا نتمثل نظم نموذك الفرنسي ونعمل شكل سياسي محمد عسمة المسؤول عن الطبعة الثانية جريد التشروك شكرا جزيلا لحضرتك فان منورتنا فان مشاهدينا قبل ما نروح للفقرة اللي جاي دي على طول حياة معنا تقرير هنروح نشوفه هو تقرير اقيم بقصر الامير الطاز ندوة بعنوان اختلاف الرأي الديمقراطية الحوار حضر ندوة العديد من الفنانين ومسطلة تيارات السياسية تعالوا نشوف التقرير نرجع مرة تانية لسم كاملين معاكم ونهارك سعيد